بالتأكيد رسالة خاصة لمن يشاهد الآن برنامج الآله خط أحمر مكانكم في القلب عارفين جداً إن احنا بنطلع حلقات كتير بيكون فيه مباريات مهمة في بوصلات عديدة ولكن بنكون برضو واسقين إن انتوا بتكونوا حرصين على متابعة برنامجكم الآله خط أحمر لايف والنهاردة منتخب مصر بيقدم وجبة دسمة خاصة الشوت الثاني والثالث والرابع بيقدر إن هو يتخطى منتخب الأردن المكافح بنتيجة 3-1 وبيصعد للدور قبل النهائي في كأس العرب لمواجهة منتخب تونس الشقيق مباراة تكون قوية جداً مهمة جداً يوم الأربع إن شاء الله لكن كان مهم إن منتخب مصر يكمل حتى آخر يوم في البطولة قدمنا الشوت أول ما كانش على ما يرام ولكن قدرنا بخبرة منتخب مصر وبتيشيرت منتخب مصر إننا نطلع متعدلين واحد واحد في الديئة الأخيرة في شوت أول لم نكن موفقين للغاية ثم استحوز المنتخب المصري الشوت الثاني والثالث والرابع ونتيجة 3-1 هي نتيجة كانت الأريح لدى جماهير كرة القدم المصرية من أجل طمأنينة لمواجهة فريق تونس ودرابناء فرس أكيد يا أسامة الحمد لله على الفوص طبعاً جمهور مصر كله سعيد يعني بعتقد إن المباراة فيها إيجابيات كتير بعض السلبيات ولكن في النهاية لما تيجي تقيم لأ هتقول إحنا بنقدر نحقق أهدافنا بنقدر نوصل لنص النهاية عشان نواجه تونس في مواجهة مرتقبة جداً يمكن نهايات مبكرة كتير جداً في البطولة دي كمان مهم جداً إن ده شعور جامعي كده كلنا حاسين إن البطولة أتت بمتعة أكتر بكتير جداً ما كنا متوقعين أنا واحد من الناس اللي مستمتعين جداً من البطولة وأعتقد أسامة معايا والبطولة كل مباراة فيها حماسية دربيات سواء شمال إفريقي أو دربيات خليجية وكمان لما بنشوف مواجهات خليجية مع مواجهات إفريقية بيكون في النهاية كل ده بيقدم لنا مباريات كنا مشوف نهاش بقالنا كتير ومدارس فنية مختلفة يمكن عايز أقول إن مدرب منتخب الأردن كان بيتكلم عن إن منتخب مصر كان عنده كثير من الحظ أعتقد منتخب مصر كان عنده حوالي 30 محاولة منهم 9 على المرمى في مقابل 11 منهم 5 أعتقد فنية كنا مسيطرين يا أسامة بشكل كبير والحظ لا يأتي إلا للمجتهد والمتمسك بحظوظه بالتأكيد يا فرس لكن أنا عايز أكمل لأن بطولة العربية هي بطولة مهمة جدا وحتى يزيه اللحظة السمة السائدة هي الروح الرياضية بين جميع المنتخبات العربية هو ده الهدف الأسمى من الرياضة هو ده الهدف الأسمى من البطولة هو ده اللي هيخلينا نتكاتف ونقول إن لازم بالفعل نكون في حرص على استمرار البطولة دي ومتابعة البطولة دي على الأقل كل سنتين بالشكل اللي بيتقدم به ده شفنا نقل متحضر جدا كادرات مهمة جدا بس وتصوير وإخراج وتحكيم وتقنية فار نهاردة كان فيه ركل الجزاء لمنتخب مصر ولكن تقنية الفار بتمنحنا العدلة ولذلك إحنا دائما وأبدا وتحديدا هنا في قناة النادي الآلي بنحب إن يكون الفوز عادل تماما كان بالتأكيد محتاجين لركل الجزاء دي لكن كان فيه لمسة يد وهو ده شغل تقنية الفار اللي القرار بيتاخد في أقل من 40 ثانية إنبارح مباراة قطر والإمارات الهدف الخامس كرة فيها شك في تسلل في الهدف الخامس راجعنا وكلمنا فريل إعداد تقنية الفار خالي تقدي إيه فإنها تحسب السنتيمترات البسيطة اللي خانت بتثبت إن لاعب أو مهاجم منتخب قطر أنصيد بالزبط 40 ثانية 40 ثانية عندنا اللقطات دي بتاخد 4 دقايق على الأقل وشوفنا الكلام ده الموسم الماضي فنتمنى الصورة دي تتغير بشكل كبير جدا لكن ممكن